سيادة الرئيس هناك في الكلية الحربية بمصر الجديدة ذلك المكان العطيق الذي يفوح من أنفاس جدرانه عبق التاريخ أودعت أجيالنا ذكرياتها في خزائن الماضي واليوم ومن هنا من المكان الذي لو أطلقنا للبنات بنيانه العنان لنطقت عزا وفخرا شاهدة على عظمة الإنجاز الذي تحقق على أرض الواقع لتخطو الأجيال الجديدة أولى خطواتها على عتبات بوابة الأمل ففي ساحة الفداء الآن جيل جديد حينما ننظر إليهم تلمع أعيننا فخراً وابتهاجاً واطمئناناً على مستقبل مصر يا بلادي أمامك الآن جيل يملأ العين فاطلب المستحيلة إن في ساحة الفداء شباباً يعدل الفرد بينهم أسطولاً قسماً بمن رفع السماء لن تخفضي يا مصر هام الكبرياء بنخيلها وبنيلها وبشمسها وشبابها وبكل ألحان الغناء وبذكريات النصر يوم عبورها وبصيحة التكبير في سيناء هي مصر ما مر الزمان بأرضها إلا أتى يمشي على استحياء فإذا تهجيت الحروف فقف بها فخراً لتنطق أعظم الأسماء هي في سماء الأبجدية نجمة لا الشعر يبلغها ولا الشعراء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر